هيا مين قدك أرثر مورغن وسط مدينة إذا كنت شخص باقي ما ختمت لعبة ريد ايد رديمشين تو فأتمنى أنك تطلع من المقطع أو أنك ذات بتكمل المقطع عادي انتباراتك لكن ممكن المقطع اللي راح تشوفه راح يكون حرق للأحداث يلا هياكم الله هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ريد ايد رديمشين تو طبعا في هذا المقطع راح أعلمكم كيف تخشون السجن في لعبة ريد ايد رديمشين تو وأيضا تستكشفونه وتشوفون إيش داخله وإيش خارجه طبعا هذا السجن قد تخش فيه جون موستن فشي جدا جدا جميل إنه نشوفه فيه في الداخل والخارج إلى آخره أيضا في هذا المقطع راح أعلمكم كيف تروحون المناطق الممنوعة على آرثر إنه يروحها اللي هي مناطق بلاك ووتر ومدينة نيو أوستن والمناطق اللي حولها شفت المناطق الممنوعة إنك تخشها بآرثر فهذا المقطع راح أدخلك إياها بطريقة جدا جدا بسيطة وتستكشف الماب بدون أي قروشة من الشرطة بدون أي باونتي طيب أول شي راح نبدأ بقليتش الدخول للسجن طبعا يفضل يفضل إنك تسوي هذا القليتش بجون موستن لأننا نحتاج نفعل مجموعة من كلمات السير أو الشيت كودز أول خطوة راح نسويها تأكد إنه الأوتو سيف يكون أوف خطوة جدا ضرورية إنه يكون التخزين التلقائي يكون أوف الشي الثاني راح تتوجه لمنطقة بلاكوتر وتروح عند هذا الشخص اللي هو اللي بيع الجرائد ورح تشتري جميع الجرائد الموجودة عنده عشان نقدر نكتب كلمات السر كلمات عشان تكتب كلمات السر لازم تشتري جميع الجرائد كيف؟ فروح عند هذا الشخص أو هذا الولد واشتري من عنده جميع الجرائد عشان نقدر نكتب كلمات السر إنه حنا نبغاها بعد ما تشتري الجرائد كل اللي عليك الان انك تسوي start بعد الstart راح تروع عنده الهو settings بعد الهو settings راح تضغط مثلث بعد المثلث راح تطلع لك اللي هو هذه القائمة راح تضغط مثلث ثاني وراح تدخل الجمل اللي راح اعطيك اياها الان راح تدخلها واحدة 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 وتأكد انه يقول لك sheet code successfully enable او انه يعني يقول لك انه كلمة تصير صحيحة وتظهر لك زي ما تشوفون في الجيم بلاي الان اشتركوا في القناة الخطوة اللي بعدها راح تتوجه لمدينة السان دينيس عشان ننتقل من السان دينيس الى السجن اللي راح نداهمه طبعا ليه جايين سان دينيس جايين سان دينيس بكل بساطة عشان ناخذ لنا قارب كلنا نعرف انه مدينة السان دينيس مشهورة جدا بالقوارب كل اللي عليك انك تدور لقارب وتسرقوا بعد ما تسرقوا راح تروح لوسط البحر يعني الناس زي ما تشوفون وسط البحر قاعدين يمشون بعضهم معاهم ستيم بوت اشوال ستيم بوت هذا اللي هو قارب يكون بمحرك كهرباي فانت دور لك على ستيم بوت وافشخوا بعد ما تفشخوا راح تتوجه لهذه المنطقة او السجن اللي راح نداهم وراح نخشه ونستكشفه طبعا حاول بقدر الامكان انك تروح نفس المكان اللي انا اشرت لك ياكم اللي هو من ورا لانه مدخلنا رح يكون من هناك فحاول بغدر الامكان انك تتوجه لنفس المكان بالضبط لما توصل لجزيرة اللي فيها السجن كل اللي عليك انك تسوي start بعد الstart رو عن settings بعد ال settings رح تفغط مثلث ورح تبدأ بتفعيل كلمات السر فعل كلمة سر اللي هو infinite emanation او الرصاص اللانهائي ورح تفعل كلمة سر اللي هو health and stamina and dead eye bars اللي هو هذا فعلوا بعد ما تفعلوا الان رح نبدأ بخطواتنا السرية عشان نخش لجوه السجن طبعا الحراس الموجودين في الارض او في القراود تقريبا من خمسة الى ستة حراس حاول بقدر الامكان انك تقتلهم على الرايك بحيث انهم ما يكفشونك واذا كفشوك عادي عند لك حل بسيط زي ما تشوفون انا هنا زاهمت العسكري طعنتوا بعد ما طعنتوا والله العسكر اللي فوق طبقوني وعرفوا اني والله موجود وجاع لي بلاغ حاول بقدر الامكان اول ما يجيك البلاغ انك تقتل جميع الحراس اللي شايفينك اي واحد شايفك اقتله على طول دمر حياته تدمير زي ما تشوفون تقريبا كانوا اربعة خمسة قتلتهم كلهم بعد ما قتلتهم كلهم كل اللي عليك الان انك تسوي ستارت بعد الستارت تروح عند اللي هو سيتينجز بعد السيتينجز تروح تضغط مثلخ عشان تروح لقائمة لكلمات السر وراح تروح عند اللي هو كلمة سر ديكريز وانتدليفل عشان تباعد الشرطة رح تضغط لها اللي هو اكس عشان تتفاعل معاك رح تلاحظ ان والله الشرطة بعدت عنك طيب الان كل اللي عليك انك تسوي ستارت بعد الستارت رح ترجع مرة اخرى عند السيتينجز بعد السيتينجز رح تروح عند اللي هو الشيت كودز وترجع لقائمة كلمات السر مرة اخرى لكن هذه المرة رح تفعل كلمة سر اللي هو ساركتس واقين او العرباء زي ما تشوفو في الجيم بلاي هذه كلمة سر فعلها بعد ما تفعلها رح يرسبلك عربة كل اللي عليك انك توقفها زي ما انا وقفها مقابل الباب هذا عشان نقدر نطلع فوقها زي ما تشوفو في الجيم بلاي اذا شفت ان والله الشرطة مقروشتك مرة شفتهم يقاعدين واتسيروك كل اللي عليك انك تكتل اللي يطالع فيك او اللي قاعد يحاربك بعدها رح ترجع للشيت كودز مرة اخرى وتفعل الهو كل ما تسير ان الشرطة يسيبونك فاذا شفت والله ان الشرطة تقروشك اكتل اللي طالع فيك وارجع مرة ثانية للشيت كودز وفعل كلمة سير الشرطة لما تضيع الشرطة ووضعك سمام وتوقف السيارة والعربة مظبوط كل اللي عليك الان انك تطلع فوقها ورح تيجي لهذا المكان الان ترجع مرة اخرى للشيت كودز وتأكد انك تفعل كلمة سير اللي هو الهيلث اند ستامنا اند داي بارز فعل هذه كلمة سير الان رح تطلع لك اللي هو سيفور وراح تحط السيفور تقريبا وسطه وسط هذه المنطقة رح تضغط الهو بعدها رح لما تضغط هو رح يحطها في الارض بعدها رح تضغط مثلث على السيفور وراح تيجي لهذه المنطقة وانتظرها لين ما تنفجر لما تنفجر القنبرة رح تحصل انه اللاعبك كذا قاعد يقلتش ووضعه غريب انتظروا لين ما يقوم اول ما يقوم رح تحصله وسط السجن وكذا يكون مبروك عليك انت وسط السجن اذا شفت انه شرطة قروشتك مرة اخرى ارجع فعل كلمة سر الشرطة وراح يبعدون عنك وراح تستكشف السجن براحتك وبكل فن واريحية طبعا السجن ما في له اشياء غريبة واستر ايكز والغاز ووحوش ما دلتش ما في له اي شي سجن جدا جدا عادي وفي له اشياء السجن اللي هو مشنقة وش اسمه المنارات حق المراقبة يعني سجن جدا جدا عادي لكن اللي خلاني اخش هنا واستكشفوا انه عرفنا انه في الاونلاين شخصياتنا رح يهربون من السجن فسؤالي هل شخصياتنا في الاونلاين رح يهربون من هذا السجن علما بان هذا هو السجن الوحيد الموجود في اللعبة الان السجن الثاني في نيو مكسيكو بعيد جدا ومستحيل ان يكون موجود فقط ممكن هذا اللي نهرب منه ام لا جاوبوني في خانة التعليقات وشاركوني اراءكم بالنسبة للجزع الثاني رح يكون استكشاف ارثر مورغين لمناطق ما بعد بلاك ووتر وولاية نيو اوستين وغيرها طبعا عشان تقدر تسوي الحركة معايا لازم تكون في الشابتر الرابع ولازم تكون عندك مهمة اسمها انجيلو برونتي امانو في اونر اذا كنت المهمة موجودة عندك وباقي ما لعبتها فانت وضعك جدا جدا في السليم لكن الاشخاص اللي قد لعبوها ويبوني يسوون القليتش كل اللي عليك انك تسوي ستارت بعدها ستارت تروي عند بروغرس بعد البروغرس رح تروي عند الهو الستوري بعد الستوري رح تروي عند الهو تشابتر فور بعدها رح تختار مهمة اللي هو انجيلو برونتي امانو في اونر ورح ترجع تعيدها مرة اخرى وتكمل معانا بقية القليتش طبعا هرجت المهمة بكل بساطة ارثر مورغين وجون مورستين يسوون مجموعة من المهمات البسيطة في المقبرة لمستر برونتي طبعا حنا ما لنا صلاح في تفاصيل المهمة لكن ابغاك تعد المهمة تعد المهمة الين ما يداهموك الشرطة ويطبون عليك الشرطة طبعا لما يطبون عليك الشرطة الحق جون مورستين الين ما توصلوا لهذه المنطقة حيث ان يكون في شرطيين عند الباب ضروري جدا اسمعني ضروري جدا 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 انك تطلق الشرطي وتخليه يعرفك او يجي على راسك بلاغ طبعا تعودنا في المهمة اننا نهرب بدون بلاغ لكن مع قلتش انا هذا عشان نستكشف نيو اوستين لازم تكشفك الشرطة بعد ما تكشفك الشرطة كل اللي عليك انك تضيع الشرطة بطريقتك بعدها راح تكمل المهمة للنهاية اللي هو جون مورستين يجيبون جاكي لاخره عد المهمة الين النهاية لما تعد المهمة الى النهاية الان راح نبدأ في الخطوة الثانية الخطوة الثانية راح تتوجه لأقرب بوست اوفيس او اقرب محطة تبيع اللي هو تذاكر قطار خذلك تذكرة اللي ما حطت الريقز ستيشن ومن الريقز ستيشن راح نخش على نيو اوستين وبلاك ووتر زي ما تشوفون في الجيملي طبعا كل اللي نعرف او اللي جرب ان يخش بلاك ووتر راح يداهمونه شرطة وعليهم ايه مصطرة يدمرك تدمير ويعدمونك عدم لكن هذه المرة وبقلتش انا هذا قدرنا نخش وبدون اي قروشة وبدون اي تسعب وبدون اي شرطة يرسبنون من العدم فخطوة جدا جدا حلوة انك تستكشف المكان وتجمع الاشياء الموجودة هناك لانه في مجموعة من الاسلحة النادرة مجموعة من الاقنع النادرة فكل اللي عليك انك تتكي هنا وتستكشف زي ما تبغى لانه في مجموعة من الاشياء الحلوة ومجموعة من الايستر ايكز الكثيرة مرة في نيو اوستين فايضا نيو اوستين صراحة انت تتمشى فيها كذا فخمة جدا جدا وممتعة جدا 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 فما بالك نستكشف نيو اوستين باسطورتنا ارثر مورغين فاستغلوا الحركة هذه باسرع وقت ممكن واستغلوها صراحة لانها جدا جدا سهلة وما يحتاج لها اي شيء طبعا اذا كنت شخص تبه ترجع مرة ثانية يعني طلعت من بلاك ووتر وتبه ترجع مرة ثانية كل اللي عليك انك تعيد المهمة مرة ثانية للأسف يعني لازم كل مرة تبه تخش بلاك ووتر راح تسعيد المهمة نفسها وراح يدخلك صبيعي طبعا كدو وصلنا معكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة شكرا لكم على الدعم دعمكم جدا جدا وصوري في اليومين اللي راحت ايو حطوا لايك اللي يجيكم هدها يدمركم هد من يو اوستين جاي يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة